اشتركوا في القناة قبل اصولهم الى منطقة او مناطق الجيش العربي السوري ومن هنا ابدأ من الانتحاريين والعربات المفخخة برأيك اذا اردنا ان نتحدث باللغة العسكرية كيف يصنف هذا النوع من الهجمات وما هي افضل الطرق للتعامل مع مثل هذه الهجمات الانتحارية يعني بالبداية بس بدي صحح يعني انا معلوماتي تشير الى 298 قتيل نعم لن نختلف على عدد القتلى انا قلت اكثر من 100 لن نختلف على عدد القتلى لكن يعني بالعام نعم نحن امام عمل انتحاري بكل ما تعنيه الكلمة من معنى نعم الانتفاء يعني ظروف الموضوعية التي تتعارض يعني مع الحد الادنى من القواعد العسكرية العلمية نعم يعني هذه الجماعات تقوم باندفاعات عشوائية تستخدم فيها نمطا باتة يعني معروفا هو دفع العربات المفخخة الى الخط الامامي او الى نقطة ما بهدف احداث عنصر الصدمة نعم يلي يعني هذه المفخخات عناصر انتحاريين يعني انغماسيين مع مجموعات الاقتحام نعم على في منطقة جوبر يعني بالتحديد مكمن قوة هذه الجماعات كان انها كانت مختبئة تحت الارض في جحورها تحت الارض نعم الان يعني السبب الاساسي يعني في هذا العدد الكبير من القتلى انها خرجت من الجحور وباتت يعني دمجات المرمى وحدات الجيش العربي السوري والقوات الرديفة نعم انا هنا اود ان اشير الى مسألة هي في غاية الاهمية فضل ان ما فعله الجيش في جوبر فعله في اكثر من مكان يعني بمواجهة هذه الانماط من الاعمال العسكرية نعم وهي يعني اعتماد اجراء عسكري هو اعادة التموضع بما يضمن للجيش وضع هذه القوات المهاجمة في بقعة تسمى في العلم العسكري بقعة الروع يعني بالعامية مشاء الناس يعرفوا علينا هي بقعة القتل لاتاحة المجال للطيران وللمدفعية والرشاشات الثقيلة يعني ان تتعامل مع القوة المهاجمة داخل هذه البقعة يعني ترك مسافة بينهم وبين نعم يعني هذه البقعة يعني يجب ان لا تقل عن 500 متر يعني لاتاحة الفرصة لسلاح الطيران يعني ضرب قوة الصدمة الناتجة عن الاختراق نعم هذا يعني اجراء يعمد اليه الجيش العربي السوري منذ بدأت هذه الجماعات يعني باستخدام هذا النمط من العمليات العسكرية وهو بالمناسبة يعني اجراء يعني ادى الى نتائج ايجابية ممتازة في حلب يعني في معركة الكليات العسكرية في معركة غرب حلب وضع هذه الجماعات في حالة كاريسية وهو ما سيحصل في جوبر يعني أنا طبعا هون ما عم بعمل بروباقاندا نعم عم اقول نوصف الواقع يعني ما يحصل نعم يعني اليوم اذا جينا نحكي ب298 قتيل يعني في قد مرتين جرحة جرحة صحيح وبالتالي يعني القوة البشرية لهذه الجماعات ستدخل مرحلة الاستنزاف قريبا نعم الآن تجري عمليات مشاغلة اللي بدي أقولوا انه هذه العمليات تحصل في بقعة القتال التقليدية يعني منذ سنوات نعم يعني وهذه مسألة أساسية لأنه بالمحطات المعادية أستاذ إياد اليوم عم ينحكي أنه هذه الجماعات اخترقت قلب الشام وكذا وكذا صحيح استغلالا للجهل الجغرافية لدى الغالبية الصاحقة من الذين لا يعرفون جغرافية الشام دمشق نعم دمشق يعني وبالتالي نحن أمام معركة يعني نتائجها معروفة لكل من يدرك يعني الحد الأدنى من قواعد الاشتباك والعلم العسكري وبالتالي يعني هذه المواجهة القائمة الآن لها غرضان أساسيا نعم الغرض الأساسي يعني هو كان ربط جوبر بالقابون وهو حتى اللحظة يعني أمر لم يتحقق ولن يتحقق نعم لأن هذه الجماعات تفقد قدرتها البشرية والنارية يعني في كل ساعة تبقى فيها الاشتباكات قائمة نعم المسألة وهي المسألة الأساس الإيحاء للرأي العام العالمي أن هذه الجماعات لا تزاو قادرة على التأثير في الميدان السوري وفي جبهة دمشق بشكل خاص أفهم فقط في هذه النقطة نريد إضاحة أستاذ عمر يعني من السهل أن تشعل الجبهة من السهل جدا إن كنت على خط تماس أن تشعل خط التماس وهذا ما حدث في جوبر يعني هذه خطوط التماس ليست جديدة من 2013 هذه خطوط التماس أن تشعل هذه الخطوط التماس ليس بالأمر الجديد ما الذي يتغير؟ في جو عام يعني طبعا هناك هزائم لحقت بهذه الجماعات في أكثر من مكان من الجغرافيا السورية نعم وبالتأكيد يعني نتج عن هذه الإنجازات التي حققها الجيش وخصوصا يعني انتصار حلب نعم متغيرات جيوسياسية كبيرة نحن نحن نحكي عن متغير جيوسياسي يعني نقصد المتغير في الجغرافيا والمتغير في السياسة نعم يعني بعد انتصار حلب يعني كنا أمام محطة أساسية هي أستنى صحيح أستنى التي أسست أو تؤسس وستؤسس لتموضعات مختلفة داخل صفوف هذه الجماعات ذاتها نعم يعني تركيا هون يعني كداعم أساسي للجماعات التي ذهبت إلى أستنى ذهبت مكرهة لأنها وجدت نفسها يعني ضمن متغير كبير لم تستطع من خلال الميدان الحصول على مآربها وأهدافها نعم وبالتالي كان الخيار هو الذهاب إلى تفاهمات مع الروس والإيرانيين بشكل أساسي نعم بما يعكس يعني حقائق الميدان التي نتجت بانتصار حلب نعم بالمقابل يعني أنا هون جملي سريعة بدي أقول يعني طبعا هذه العمليات الآن سواء في ريف في ريف حما الشمالي أو في جوبر وسنأتي يعني على ريف حما الشمالي إن شاء الله يعني هي محاولة يعني لتحصين وفد ما يسمى بالمعارضات السورية في اجتماع جناف القادم لكن من لم يستطع يعني أن يأخذ ملف حلب نعم يعني إلى جناف وغير جناف لن يستطيع يعني ببقعة اجتباك صغيرة أن يغير وقائع الناتج السياسي الذي نتج عن انتصارات الميدان نعم طيب بما أنك تحدثت في بداية التحليل أستاذ عمر عن أن هذه المعركة لأي يعني مبتدئ بالعلم العسكري بأنها معركة خاسرة هذا بما معنى وأنه الإقدام على إشعال جبهة في شرق دمشق يعني الحديث أصلا عن العاصمة دمشق هو انتحار لهذه التنظيمات الإرهابية وهناك من يرى ويقول وهناك بعض الدلائل على الأرض تثبت أن هذه التنظيمات الإرهابية لم تعد تنظيمات هوات هناك فعلا مشغل يدبر ويخطط وهناك ضباط استخبارات من دول كبرى في العالم تخطط لعمليات هذه التنظيمات الإرهابية ألم يكن في الحسبان أن دمشق خط أحمر لهذه التنظيمات الإرهابية وهو انتحار التقدم باتجاه دمشق طبعا يعني نحن بهذا الموضوع تحديدا يعني خلينا نقول ما يلي يعني عندما تأتي الأوامر لهذه المجموعات عليها أن تنفذ لأنه المسألة مرتبطة بقضية التمويل نعم وبالتالي الآن يعني السعودي والقطري بشكل أساسي شايف حاله برات يعني ما يسمى بجناف بشكل فاعل وواضح وبالتالي يعني أي مكاسب يعني ممكن أن تحققها هذه الجماعات برأي المشغل السعودي والقطري يمكن أن تحقق له يعني مكاسب في السياسة نعم لكن يعني حسابات البيضر غير حسابات الحقل يعني هذه العاصمة دمشق الآن نعم الوضع مختلف وخليني بس سيك اللي عم يشوفونا ياخدوا صورة عن طبيعة الواقع العسكري لمدينة دمشق نعم الآن حزام الأمان يعني الموضوع حول العاصمة دمشق وهيدي المسألة الأساسية أستاذ زياد نعم اليوم يعني المحاولة الأساسية في الإعلام يعني وهيدي المعركة أصلا هي للاستخدام في الإعلام توحي بأن كل ما حققه الجيش العربي السوري على مدى الأشهر السابقة يعني لا يعني شيئا وأن العاصمة مهددة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى بهذا المعنى خلينا نذكر نعم يعني بالأربع خمسة شهور المضوع استطاع الجيش العربي السوري أن ينجز حزام أمان باتجاه الجنوب يصل حتى غباغب نعم بدون وجود أي جيب باستثناء جيب الحجر الأسود وأجزاء يعني من مخيم اليارموك يعني هذه من الجهة الغربية للعاصمة الغربية الجنوبية نعم بدون ذلك عنا خان الشيح عنا زاكية عنا الدرخبية عنا كناكر وصولا حتى غباغب يعني مرورا ببيت سيمة ببيت سابر كفرحور وأنا عم بيحكي عن مناطق على خط التماسل المباشر يعني مع الكيان الصهيوني يعني الآن صح وبالتالي يعني مضاف إلها قصية الهامة وطبعا يعني ما بننسى يعني نحن دارية والمعظمية صحيح وصولا إلى وادي بردة وخان الشيح إلى آخره يعني الآن يعني حتى يعني إنهاء الوضع في التل يعني إقدام الجيش على حسم الوضع في القابون وطبعا يعني من المستحيل يعني أنا بالمفوط عندك الحل وردتني معلومات أن وحدات الجيش العاملة وقوات القوات الاقتحام استطاعت في منطقة بستين برزي الآن يعني منذ منذ دقائق يعني أبل منفوط نعم أن تدمر ثلاثة أنفاق يعني في تلك المنطقة وأن تقطع عمليات التواصل بشكل نهائي والتي كانت يعني محتملة وعلى العموم بالرجوع إلى جبهة جوبر يعني سريعا يعني المنطقة الممتدة من جوبر إلى برزي يعني هي بقعة انتشار يعني للجيش العربي السوري تفصل يعني بين القابون يعني من حرسة حتى جوبر هي منطقة يعني تم تنظيفها وتحصينها وبالتالي يعني إمكانية الاستمرار في هذه العملية متعذر لمجموعة كبيرة من الأسباب طيب أستاذ عمر بما أنه تحدثنا عن الفصل بين المناطق حسب بعض المصادر أنه هذا التسلل وهذا الهجوم الذي نشهده اليوم هو محاولة لفك الطوق عن التنظيمات الإرهابية المحاصرة شمال جوبر في منطقة معامل الغزل وفي منطقة القابون ما الذي يعنيه تطويق هذه المنطقة حتى نشاهد هذه أو هذا الانتحار في سبيل فك هذا الطوق إذا ما صحت هذه المصادر لا شيء استدعي برأي هكذا عملية أنه إذا نشوف نحن على فكرة معمل الغزل تحت سيطرة الجيش العربي السوري الآن تتجه باتجاه سادكو صحيح وبدأوا هنا بقعة الاشتباك بحد ذاتها بقعة محصورة بين رحبة الدبابات وبين شركة الكهرباء عكس ما تروج بعض وسائل إعلام بأنه وصل إلى ساحة العباسيين وهناك من تحدث عن ما بعد ساحة العباسيين لا كرجات العباسيين هي على خط التماس مع معمل الغزل والنسيج وشركة الكهرباء وهذا تقدم لا يتجاوز 300 متر هذه البقعة عرضها بحدود 600 متر وطولها 300 متر تصور شو هجبها العظيمة اللي يشغل عليها كلها الموضوع وهذه أصلا هي البقعة التي تحدثنا عنها لامتصاص صدمة الهجمات بواسطة العربات المفخخة يعني أنت الآن في تلك المنطقة ما معك كقوة عسكرية متموضعة المسافة المفتوحة التي تمكنك من استخدام وسائط المضاد للدروع لهذا أنت تضطر إلى تفريغ بقعة ووضع هذه الجماعات المتقدمة فيها للتعامل معها بكل وسائل النار وهذه ما سميناها بقعة الروع يعني هي بقعة القتل بقعة الروع لو المعركة موجودة في منطقة مفتوحة لكان الوضع مختلف تماما يعني كان وحدات المضاد للدروع تستطيع التعامل من مسافات بعيدة مع هذه العربات المفخخة لكن نحن في مناطق يعني معامل بشكل أساسي متراصة بشوارع يعني محدودة بالتالي يعني هذا هو الأسلوب الأفضل الذي يمكن اعتماده للتعامل مع هذه الهجمات لكنها في كل الأحوال هجمات يعني محكوم عليها بالفشل بفارق أن مئات القتلى يعني من الجماعات الإرهابية سيكون ناتج هذه المعركة الفاشلة نعم طيب هناك سؤال كبير اليوم يطرح في الشارع السوري بأنه في عملية تأمين دمشق تأمين محيط دمشق لماذا لم يتم التركيز على المنطقة الشرقية يعني هذه تنظيمات الإرهابية ومنطقة جوبر هي من 2013 توجد فيها تنظيمات إرهابية وهذه المنطقة حساسة قربها من العاصمة دمشق يجعلها منطقة مهمة فعلا لماذا لم يتم التركيز عليها هناك يعني هذه أسئلة تسأل بالشارع السوري نحن الآن نتكلم عن مسألة ترتابط بالأولويات نعم الأولويات يعني في الحالة الميدانية للحرب الدائرة في سوريا تحدد يعني بحسب الضرورات نعم خليني أقول أنا هيك بشكل سريع يعني يجب أن تصل للمشاهدين نعم يعني حتى لا يتكرر هذا السؤال يعني بدي حاول أنا قدر الإمكان أعمل إيجابة على هذا السؤال نعم وحدات الجيش العربي السوري منذ ست سنوات تقاتل على كامل الأرض السورية بنمط مختلف تماما يعني عادة الجيوش النظامية تقاتل على جبهة عرضية وفي الحد الأقصى على جبهتين نعم لكن الآن نحن أمام أكثر من أربعمائة مخور قتال نعم وبالتالي يعني الجيش مضطر أن يوزع جهده القتالي على هذه المحاور جميعها إضافة إلى مسألة أن الثقل الاستراتيجي وهون المسألة الأساسية يعني هناك غباء حتى بمن يقود هذه الجماعات بالمعنى السياسي عندما تستطيع الدولة بعد هذه الحرب الضروس أن تفرد سيطرتها على منطقة التقل الاستراتيجي في الدولة نعم وأعني بها المدن الكبرى الموانئ المرافق المنشآت الأساسية الممتدة الآن من درعة مرورا بغباغب وصولا حتى العاصمة دمشق نعم وصولا حتى حمص مفتاح المنطقة الوسطى إلى حما إلى الساحل إلى حلب والآن أيضا الامتداد الذي يحصل في تدمر وفي ريف حلب الشرقي يعني عندما تستطيع الدولة أن تفرد سيطرتها على هذا الثقل الاستراتيجي هذا يعني أن الجزء الأكبر من القوات يذهب باتجاه حماية المدن وطرقات الرابط بين هذه المدن والمنشآت الأساسية مش عايب نحن نقول أنه عندنا نقص في العديد البشري نعم هذه الجماعات يعني بالمناسبة وهذا موضوع يعني عام وشامل لكنه يندرج يعني بالإيجابة على هذا السؤال التفصيلي نعم هذه الجماعات تتفوق بمسألتين أولا العديد البشري الهائل ثانيا خطوط الإمداد سواء عبر الأردن أو تركيا المفتوحة والقصيرة والسريعة نعم بعكس خطوط الإمداد يعني خطوط إمداد الجيش العربي السوري التي تعتمد على الجو وهو إمداد بطيء نعم وعلى البحر وهو إمداد يعني متوسط المدى نعم وبالتالي يعني هذه المعركة تخاض بمعايير المعركة بمعايير المواجهة نعم يعني ومن هون معركة جوبر يعني بتقديري هي من أصعب المعارك التي يمكن أن تخوضها الجيوش النظامية وبالمناسبة يعني في جوبر يعني هناك أنفاق طوابق صاروا يسموها يعني في نفق طابق أول نفق طابق ثاني ثالث وهذا ما يعقد المشهد وبالتالي يعني لم تشكل جوبر يعني حتى اللحظة يعني أولوية في الحسم لأنه لا زالت مرتبطة بالغوطة الشرقية نعم وهناك أيضا مساعي يعني تحصل بموازات المواجهات العسكرية هناك مساعي لتسويات يعني في أكثر من اتجاه نعم وبرجع بقول أنه الأولويات تحددها ظروف الميدان والقيادة العسكرية التي تعرف كامل التفاصيل يعني أنا ما بعرف كامل التفاصيل حول هذا الموضوع نعم وبالتالي يعني أحاول أن أضيء على المشهد العام بالتحديد بهذه المواجهة نعم لكن من يعرف تفاصيل هذه المواجهة نعم هم يعني هيئة التخطيط والعمليات ورئاسة الأركان والقيادات الميدانية بما أنه نتحدث عن التحليل والتقديرات وقراءة المشهد والرؤية حسب تقديراتك تم صد الموجة الأولى والموجة الثانية من الهجمات هل سيكون هناك موجة ثالثة؟ وممكن رابعة شو المشكلين؟ لكن يعني إلى أي مدى إلى أي حد؟ إلى أين تصل؟ يعني إذا لم تستطع الموجة الثانية أن تختارق يعني أصلا هذه البقعة يعني أوتيحت نعم للأسباب التي ذكرتها بالمعنى العسكري نعم يعني خيارات الجيش هي خيارات صحيحة يعني أنا لو محل قادي المدنيين بعمل نفس الإجراء وهذا كلام قلته أنا يوم معركة الكليات العسكرية في حلب وقلته يوم معركة الجبهة الغربية في حلب نعم وشو كانت النتائج؟ يعني استطاع يوم هالمحيسنة أن يصل يعني ضمر أو شريط ضعيف جداً بين منطقة الرموسة والأحياء الشرقية إلي ماذا استطاعت هذه الجماعات أن تستمر في تلك البقعة التي هي أيضاً بقعة روع بقعة قتل نعم كانت نتائج كارثية من حيث الاستنزاف يعني هذه الجماعات في جوبر الآن تستنزف وبالتالي يعني لما نحكي نحن منقول أن الجيش حوال الظهر اليوم تقريباً استعاد معمل النسيج يطور العمليات باتجاه سادكوب نعم وبالمناسبة يعني معمل النسيج استعدته وحدات الاقتحام خلال ربع ساعة من الزمن هذا يعني أن المجموعة أو القوة التي كانت تتمركز في معمل النسيج كانت قوة منهارة ومفككة وذات وضع عسكري رديء نعم هذا سينطبق أيضاً أنه هلأ يعني الانتقال بالنار وبموجات الهجوم المضاد ستستمر نعم وهذا سيكون مكلفاً يعني على هذه الجماعات على إذا استطاعت يعني أن تقوم بموجة ثالثة ورابعة السؤال يعني إذا حققت السيطرة على هذه البقعة شو الأهداف الاستراتيجية لتم تحقيقها؟ لا شيء يعني هي على العكس إذا كما تتحدث فهي ستكون يعني عبل نقطة قتل كما تحدثت هي نقطة قتل بكل ما تعنيه الكلمة من معنى يعني اليوم إذا القوة الرئيسية اللي عم تهاجم بحسب المعلومات فيلق الرحمن وجبهة النصرة يعني العديد العام لهاتين المجموعتين لا يتجاوز ألفين ألفين وخمسمائة واحد نعم حسب المعلومات طيب إذا خلال ثلاثة أيام يعني صاروا فئدين ثلاثمائة أتيل تقريبا يا خيمية وخمسين روح في ثلاثمائة جرحة يعني فقدت ثلث قوتها يعني على المستوى البشري صحيح يعني بس بدنا نقول هادي ما بدنا نقول شيء تاني صحيح بالانتقال إلى محور آخر أستاذ عمر نتحدث عن ريف حمام أيضا نفس الجماعة جبط النصرة تصعد في ريف حمام قبل أن نسأل عن أسباب هذا التصعيد وماذا وراء التصعيد لدى جبط النصرة والتنظيمات المنضوية بها أسأل عن المشهد الميداني في ريف حمام كيف نوصف المشهد الميداني هنا أنا بموضوع الأسباب نعم يعني في كل يعني معركة تحصل يعني البعض بيقول أنه مرتبطة بكذا ومرتبطة بكذا أنا بدي أتذكر أنه نحن في مواجهة شاملة نعم لا داعي لوجود أسباب لتطبق لهذه الجماعات يعني معارك هنا أو معارك هناك لكن أحيانا التوقيت يكون مرتبط بشيء سياسي بشيء نيداني نعم نعم في حمال يعني في ريف حمام الشمالي الموضوع مرتبط باتجاه حلب بشكل أساسي نعم وهو يعني حتى في العلم العسكري من إعجازات وإبداعات العلم العسكري أن تستطيع شق الطريق أو ممر يعني بين مدينتين مسافة 150 كيلومتر محمي بجوانب بسيطة لا تتعدى 10 كيلومتر يعني هذا بحل ذاته إعجاز عسكري جدي وحقيقي نعم وأن تحافظ عليه يعني وأن تحافظ عليه الآن برأيي المستهدف لأنه في عمليات بريف حمام الشرقي وفي عمليات بريف حمام الشمالي صحيح والمفارقة المفارقة أنه بريف حمام الشرقي في داعش بريف حمام الشمالي في نصرة وتوابيعها نعم هذا يعني يعني بالسياسة قبل مروع العسكر نعم أن الداعم واحد وأن المشغل واحد وأن غرفة العمليات والأمر صدر من مكان واحد بالضبط هون منحكي بالتوقيت نحنا بالبعد الميداني بجوبر بريف حمى الشمالي بريف حمى الشرقي بدرعة أيضا يعني مسألة التوقيت هنا ترتبط بالمشغل هل هذا برأيك مرتبط حتى مع التدخل الأمريكي في مناطق مثل ريف الرقة مثلا بريف الرقة طبعا يعني هلا بالطبقة يعني هو يتزامن تحرك جبهة النصرة مع التدخل الأمريكي في سوريا واستهداف البنى التحتية في بعض المناطق أكثر من البنى التحتية الإنزالي اللي أعلن عنه بمنطقة طبقة بقرية أبو هريرة قرية أبو هريرة هي على الضفة الغربية لبحيرة الأسد ضمن ما يسمى بشبه جزيرة يرأت أن خارطة كنا فرجناك إياها تبعد عن مسكني 35 كم القوات الأمريكية أعلنت أن الإنزال هناك حصل هلأ نرجع ريف حمى الشمالي ما رح ننسى بس هذه نقطة مهمة ما بدنا نضيعها لنعمل عملية الربط عندما تقدم القوات الخاصة الأمريكية على الإنزال في منطقة أبو هريرة وتقول أنها قطعت الطريق ما بين الرقة وحلب أخي إمداد داعش من الجهة العراقية من الجهة الثانية إذا قطعت التواصل بين داعش في ريف ما هو انتهى ما ريف حلب الشرقي الشمالي والجنوبي بعد فيه دير حافر ومحيطها يعني انتهى وجود داعش في تلك المنطقة في الحقيقة هذا الإنزال هدفه قطع الطريق على الجيش العربي السوري لتقدم باتجاه الطبقة وتاليا الرقة من هنا يبدو التماهي في العمليات يعني داعش تنفذ عمليات في ريف حماش شرق النصرة تنفذ عمليات في ريف حماش شمالي الجيش الأمريكي ينفذ عمليات في المنطقة التي ذكرتها يعني وكأنك تقول أنه اليوم أمريكا تحاول تحييي داعش أو حماية داعش أنا لا تتحدث عن فصل إلى حد ما أنا ما عمقول يعني بالوضع اللي عم نشوفه هلأ بالوضع اللي عم نشوفه تزامن هذه العمليات تناغمها يعني هو مواجه ضد الجيش العربي السوري يستطيع الأمريكي أن يكذب ويقول أن الإنزال هدفه يعني قطع الطريق بين الرقة وحلب طبعا نحن عنا ما نقوله في هذا الصدد ريف حلب الشرقي عمليا وداعش موجودة في ريف حلب الشرقي الجنوبي منه وفي بقعة صغيرة يعني بمحيط دير حافر وسبخة الجبول إذن يعني ليس هناك داعي بالمعنى العسكري أن تقوم يعني القوات الأمريكية بقطع الطريق على داعش هناك ما ممكن هو عبر صبخة الجبول خناصر يرجع يعمل لفه باتجاه الرقة لكن نقطة الإنزال يعني هدفها الأساسي هو قطع الطريق على الجيش العربي السوري لتواجده جنوبا باتجاه الطبقة بشكل أساسي يعني يبدو المشهد أن أمريكا جبهة النصر داعش تقاتل يعني بتناغم شديد لخدمة يعني أهداف محددة إعاقة يعني أعمال الجيش العربي السوري القتالية رسم قواعد وخطوط قتال يعني محددة وبالتالي نجي هون على المسألة الأساسية اللي سمعناها أستاذ إياد بنجز نعم السيد الرئيس بشار الأسد تكلم عن معركة الهوية كمسألة أساسية ومعيار أساسي في هذه المواجهة نعم يعني هنا تكمن المسألة الأساسية أنت الآن في مواجهة شاملة عنوانها هو ضرب هذه الهوية تمزيقها وبالتالي يعني كل ما يحصل في الميدان هو متممات لخدمة المشروع الأساسي وهو ضرب الهوية تفتيت سوريا وتقسيمها لكن هذا الموضوع عفى عليه الزمن أنت الآن أمام وضع فيه الكثير من التحولات نعم فيه الكثير من المتغيرات التي تذهب باتجاه يعني لمصلحة الدولة السورية والدول الداعمة للدولة السورية كروسيا وإيران والأصدقاء في كل العالم نعم بريف حما يعني نرجع من فصل شوي بالعسكر نعم يعني هذه ليست العملية الأولى يعني في ريف حما صحيح ريف حما الشمالي هو عقدة يعني تحاول الجماعات الإرهابية وعلى رأسها جبهة النصرة والدليل أنه لمحيسني يعني بعد فترة أنا مبارك ويبدأ أسأل وين لمحيسني ظهر نعم طيب لمحيسني ذاته الذي أنتج كوارث على هذه الجماعات في حلب ماذا ننتظر منه أن ينتج في ريف حما الشمالي طبعا المعركة هناك معقدة يعني ليست بالسهلة نعم خصوصا أنها يعني ترتبط بأكثر من جبهة بحلب قريبة من إدلب يعني هناك مثلث في المنطقة التي تتحدث عنها بالريف الشمالي لحمى مشغل هذه الجماعات والجماعات نفسها يعني تدرك أن المعركة يعني المعركة النهائية ستكون في بقعتين يعني المنطقة الشرقية وإدلب وأريافها الأريف حما الشمالي يعني هو خط أساسي يعني تحاول هذه الجماعات يعني أن تمد يعني بسيطرتها باتجاه الجنوب يعني وصولا إلى حمال مدينة وهون يعني بتكون عم بتهدد بشكل مباشر طريق حلب بشكل مباشر كيف يعني مش إنه عبوعد 20 متر و30 متر يعني هذا تهديد استراتيجي بيسموه لكن يعني حسب ما أعلن يعني هدف هذه الجماعات هو هدف كبير هو السيطرة على جبل زين العبدين يعني هكذا أعلن اللي بيعرف جبل زين العبدين يعني وقدرات العسكرية السورية هناك بيتضحك استاذياد يعني على قوات يعني قوات الجيش والقوات الرديفة يمكن أن تناور يعني في أماكن محددة بين صوران ومعربس وطيبة الإمام وخطاب تعمل مناورات تعمل إخلاء تعمل إعادة تموضع لكن يعني جبل زين العبدين هو نقطة استراتيجية يعني من المستحيل يعني على هذه الجماعات أن تصل إلى هذه البقعة بالتحديد نعم طيب بالعودة للحديث عن التزامن التحرك داعش مع النصرة مع التدخل الأمريكي ودوره حتى المجزرة الأخيرة التي ارتكبها التحالف الأمريكي بحق عشرات المدنيين من خلال قصف جوي جنوب المنصورة بريف الرقى الغربي أيضا هذا يتزامن مع التصعيد على أكثر من جبهة والسؤال أين الموقف الروسي اليوم؟ لا مواضح موقف الروسي معنا معنا أين هو من هذه المجازر من استهداف البنى التحتية من تحرك الأمريكي على الأقل في الرقى كما قلت أنه حسب رؤيتك أستاذ بأنه هو جاء لحماية داعش أكثر ما هو جاء لمحاصر داعش طيب داعش تنظيم إرهابي على لائحة الأمم المتحدة وهناك مساعي أو هناك إصرار روسي على التخلص من تنظيم داعش وإصرار دولي أين هم اليوم تحركات الأمريكية؟ على الإنزال الأخير الذي حصل هو في وسط إذا بدك في شبه جزيرة ضمن بحيرة الأسد لكن قاعدة هذه الشبه الجزيرة هو الاتجاه الغربي حيث من المتوقع أن يسلك الجيش العربي السوري طريقه باتجاه الجنوب لم تصل إلى الطريق هذه تكاد تكون برأيي جس نبض في البعدين العسكري والسياسي للروسي بشكل أساسي أنا طبعا بهالموضوع التفصيلي بالتحديد لا أستطيع أن يجاوب عن الروس نتحدث عن قراءة لكن في أكثر من موقف كان موقف روسيا حاسما مثلا خلينا نشوف قضية الباب قصة منبج القرى في جنوب غرب منبج يعني ما يتم التحدث عنه حول قوة عسكرية في منطقة عفرين أكثر من مثالة يعني الروسي واضح تماما يعني أنا بالمناسبة لست محامي دفاع عن الروسي نعم لكن أثبت هذا البلد الصديق والعظيم مصدقيته يعني تجاه قضيانا وقوفه معنا سواء في المحافل الدبلوماسية أو السياسية وهو في الميدان إلى جانبنا يعني هو في الميدان بكل ما تعنيه الكلمة من معنا أعتقد يعني أن الروسي عبر دعواته المتكررة للجانب الأمريكي للمشاركة الجدية في محاربة الإرهاب نعم إذا ما كان الأمريكي صادقا يعني في هذا التواجه فلا ضاير يعني أنه بالآخر أنت عبتقول أنه في معركة بمواجهة الإرهاب نعم فضل شرف واجه الإرهاب لكن هذه الإجراءات وأنا تقديري سيصدر موقف عن الجانب الروسي فيما يخص الإنزال وفيما يخص أيضا قضية القصف التي تستهدف المدنيين والأبرياء طيب ونحن شفنا بس دي أستاذ إياد نعم الذي حصل في ريف حلب الغربي يعني حيث أنكرت الولايات المتحدة مسؤوليتها عن الغارة بينما الجانب الروسي حاول أن يثبت بالتوثيق أن الصواريخ من طراز هيلفاير بقايا الصواريخ نعم وهي عائدة لسلاح الجو الأمريكي وهذا ما سيفعله الروسي في أكثر من محط طيب كان هناك الكثير من المراهنات على التغير في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية خاصة بعد وصول ترامب وللآن المشهد الأمريكي ضبابي خاصة بما يتعلق بالأزمة في سوريا الآن ليس هناك موقف أمريكي واضح هل نستطيع أن نقرأ من خلال هذه التصرفات الأمريكية التوجه توجه الإدارة الأمريكية بالنسبة للأزمة في سوريا أنا بالنسبة لي يعني طالما يعني هذه الإدارة الجديدة لم تتخلع نظرية الفوضى الخلاقة نعم بين مزدوجين المواجهة مستمرة طبعا بعنوان سريع أستاذ إياد نعم المشروع الأمريكي في المنطقة لم يهزم نعم لكنه لم يحقق أهدافه بالكامل وبالتالي المشروع في مرحلة يركز فيها الآن على إمكانية تثبيت معالم كانتون ما يمكن أن يشكل نموذجا للمراحل القادمة أعني يعني المتعاونين من الأكراد مع الأمريكي نعم هلأ الهدف الأمريكي الأساسي في المعركة هو قطع طريق الربط بين بغداد ودمشق هذا الهدف أساسي الآن نعم للصهيوني وللأمريكي ولها السبب عم نشوف أنه تركيز العمليات الأمريكية موجه باتجاه المنطقة الشرقية نعم والدليل هذا الإنزال الأخير اللي هدفه منع يعني أو إعاقة تقدم وحاذاة الجيش العربي السوري نعم على هذا الأساس يعني أمريكا تحمل مشروع عمره مئة عام إلى الوراء طبعا ورثته عن بريطانيا وفرنسا نعم وتشكل الآن أمريكا رأس حربة الناهب الدولي وهي مستمرة في تنفيذ هذا المشروع الفارق أنه آليات آليات التنفيذ هي التي تتغير لأنه هناك من يقاوم نعم وسريعا يعني بدنا نذكر أنه هذا المشروع كان مقررا له أن ينتهي في سوريا في نهاية الألفين واثناش صحي لتبدأ المرحلة الثالثة منه باتجاه الشرق الأدنى الصين وتوابعها نعم ويعني حصار روسيا بشكل النهائي لكن يعني صمود سوريا أوصلنا إلى هذه المرحلة الآن بكل المعايير بكل المعايير على مدى ست سنوات من هذه الحرب كفت الميزان تميل لمصلحة محور المقاومة وروسيا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى علما بأنه ما زال أمامنا الكثير من المواجهات نعم ما بدنا نضحك على بعضنا يعني ما خلصت الأمور بعدها رايحة على الكثير من المواجهات نعم هذا الناهب الدولي لإسمه أمريكا لا يزال يمتلك يعني عشرات إذا ما بدنا نقول مئات ألاف الأغبياء يعني والمضللين يعني الجاهزين لتنفيذ مضامين هذا المشروع تحت عنوين مختلفة ومن ضمنها عنوان الدين طيب ماذا تقصد بكثير من المواجهات هل تتطور الأمور في سوريا إلى مواجهات إقليمية مع إسرائيل مثلا ربما يعني المسائل مفتوحة يعني أنا ما بعرف الصهيوني داش فيه يبلع اللي حصل آخر مرة نعم أنا ما بدي ووس بقصة سقطت للطيارة أو ما سقطت نعم نحن قناعتنا أنه طالما صدر بيان عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أن الطائرة أسقطت فهي أسقطت على كيف نتأكد نحن نتأكد من خلال البصمة الرادارية التي تختفي يعني قاعدة الإطلاق تستطيع أن تؤكد يعني إصابة الهدب وتفجره صحيح بالعام نحن كمان حتى مع الإسرائيلي أمام قواعد اشتباك مختلفة تماما ومتغيرة بالعنوان العام يعني فيما يخص المواجهة مع الكيان الصهيوني كلما يعني تحققت الهزيمة في الجماعات الإرهابية في سوريا برأيه كلما باتت إمكانية اندلاع مواجهة مع الكيان الصهيوني قائمة بشكل أكبر وهو يعني ما نراه يعني بلحظات يعني ضعف هذه الجماعات وطلقية ضربات قاسمة غالبا ما يتدخل الصهيوني بشكل مباشر نعم طيب سيد ستيفان دمستورة بما تبقى لدينا من الوقت قال بأن التطورات الميدانية ستكون حاضرة في جينيف بناء على قراءتك لكل الميدان في سوريا من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب كيف سيحضر كيف سيكون شكل الميدان في جينيف لمصلحة من الميدان اليوم في جينيف لحد هلأ لمصلحة الجيش العربي السوري يعني أنا شرحت عن موضوع الثقل الاستراتيجي نعم بعض المنظرين والمحللين بيطلعوا لك خارطة هيك لسوريا نعم مبين فيها اللون الأسود أكتر شيء بما يعني هو اللون الأحمر يعني هو منطقة التقل الاستراتيجي لتحت سيطرة الدولة نعم طيب هذه منطقة الأسود اللي عم تحكي عنها هي صح المنطقة الأكبر على مستوى المساحة لكنها خالية من الحياة يعني هذه مجرد صحراء وبادية يعني ليس فيها يعني محركات حياة أساسية ليست مدن رئيسية يعني مدن ما فيها يعني فيها هيك قرى صغيرة متناثرة على طرقات يعني متناثرة أيضا نعم بالجغرافيا حتى في الجغرافيا منطقة التقل الأساسية والاستراتيجية على المستوى الديمغرافي السكاني الآن يعني في منطقة سيطرة الدولة السورية أكثر من 80% من السوريين داخل سوريا في هذه المنطقة نعم الموانئ المرافق البناء الأساسية على المستوى الاقتصادي يعني اليوم ما تنسى أنه شيخ نجار منطقة صناعية في حلب رجعت نعم يعني مع كل هذا الوضع الذي يعني تحسن في العاصمة دمشق هناك يعني العديد من المناطق الصناعية سيتحسن الوضع نعم مع يعني انتهاء وضع وادي بردة يعني على كل الصعود يعني بالمداجم بالمزارع بالصناعة يعني بالصناعات التحويلية بالصناعات الثقيلية هذا موضوع كمان رح يتحرك في المرحلة القادمة نعم ليش عم بشرح هاودي لأنه بالآخر يعني لدينا أسد بكل ما تعنيه الكلمة من معنى نعم في رئاسة الجمهورية ولدينا أسد آخر في الدبلوماسية السورية نعم هو قادر يعني على مواجهة كل المدعين يعني بما يرتبط بهذه المسألة بالتحديد نعم وأن يبين ما يجب تبيانه الآن الوضع الميداني لمصلحة الجيش العربي السوري يحاولون عبر المحطات والفضائيات المعادية نعم أن يدبوا الرعب أنا بالشام يا أستاذ إياد وعم بروح وبتجول وبجي ها وهلأ رايح بعد شوية على العباسيين شو المشكلة بالموضوع آه يعني آه هذا يتم تطخيمه صحيح بإحداث حالة رعب آه لم تعود مجدية يعني أهل الشام آه يعني مصرين أن يدافعوا عن الشام صحيح آه وهذه محاولات الرمق الأخير سجلها علي وخلي كل اللي عم يشوفني يسجلها علي أنا ما عم برفع معنويات ولا بحياتي اشتغلت بهذه الطريقة نعم لكن أنا متأكد أن ما يحصل آه يدل بشكل واضح وبالبعد العسكري نعم آه مش بأي بعد آخر نعم هو محاولات الرمق الأخير نعم آه يعني في هذه الجبهات التي نتكلم أشكرك كل الشكر الأستاذ عمر معربوني الخبير الاستراتيجي كل الشكر شكرا لكم كما أشكركم أنتم مشاهدين تغطي انتهت إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر